كلمة tomography بتطلق على process of imaging across section ده طبعا مختلف تماما عن plane x-ray اللي هو بديده projection imaging يعني بمعنى انه هو بيبروجيكت كل الأورجنز الموجودة في الpatient كلها فوق بعض على الفيلم ده طبعا في الاخر بيدينا في التوموغرافي بناخد صورة بالشكل ده كده عبارة عن cross section لو احنا بصينا على ال head مثلا ممكن ناخد cross section فيها بالشكل ده يبقى لنا cross section في العين و cross section في جزء بتاع nasal cavity وجزء بتاع ال brain اللي هو موجود عندنا برضو في السلائز احنا اخدناها طبعا ده بيبقى مفيد جدا عشان ندر ندتكت لو في اي تغيرات صغيرة جوه ال cross section ده ندر نعملها detection بطريقة احسن كتير جدا من ال projection imaging عشان نفهم ال concept بتاع التوموغرافي هندي مثالين علشان يورونا ازاي الفكرة بتاع التوموغرافي ممكن انها تبقى developed فكسؤال كده ممكن نسأله Can we compute the location of the trees from two images لو في واحد بيصور صورة لشجرتين بتشكلها كده موجودين في مكان معين اوكي لو هو خد صورتين هل ممكن ان هو يعرف يعمل detection لمكان دي بالزبط فين ومكان دي فين مكانها معناها ان هي في الاكس وفي الواي فين ودي مكانها في الاكس وفي الواي فين لو فكرنا كده لو احنا صورنا الاثنين مثلا في ال direction ده كده ممكن يطلعوا فوق بعض يطلعوا اثنين projected على بعض كده انما لو انا صورتهم من انجل تانية هلقى ان هما الاثنين separate لو انا عملت projection يعني ينفوض ال projection ده كده وال projection التاني ده كده واحد يعني في direction واحد تانية درجة عليه فمعنى كده ان كل واحدة من two trees دول المكان بتاع الحقيقي بيقع على trajectory ده كده وبيقع على trajectory ده كده او كده كده فمعنى كده استنتج ان tree الاول هي مكانها هنا والtree التانية مكانها هنا فممكن فعليا ان احنا لو احنا عندنا صورتين يعني بينهم بعضين 90 درجة ممكن نحسب انهم مكان الشجرتين اللي موجودين جوه مثال تاني لو انا عندي matrix كده اثنين في اثنين في ارقام x1 x2 x3 x4 وكل اللي عندي projection بتاع الماتريكس دي على كده direction يعني projection معناه ان انا باخد الارقام الموجودة في الطريق بتاع projection وجمعها كلها زيب بعض زيما بقى projection في x-ray بالضبط فمعنى كده ان انا عندي equation هنا وequation هنا وequation هنا وequation هنا هل نقدر given الارقام اللي برا دي اللي هي الاربع ارقام اللي برا دول نحل ونجيب x1 x2 x3 x4 الحقيقة الانسر برضو هيبقى yes يعني ممكن نعمل كده فعلا لان احنا عندنا في الحالة دي اربع unknowns وعندنا اربع equations فمعنى كده نحلها عندنا اربع equations بالشكل ده كده x1 زياد x2 بتساوي 5 x3 زياد x4 بتساوي 4 x1 زياد x3 بتساوي 7 x2 زياد x4 بتساوي 2 احنا ممكن فعليا نحط الشكل ده كده في شكل matrix equation ax بتساوي b بس هنا بقى العدد بتاع الفاريبل بتاعنا عدد الانونز بتاعنا اللي هو dimension بتاع اكس بتاعنا هيبقى اربعة في واحد فمعنى كده matrix A بتاعتنا هيبقى اربعة في اربعة الحقيقة دي تبقى لنا حاجتين الحقيقة طبعا الحل موجود نقدر نحسبه بس actually تبقى لنا كمان الحل ده ما يكونش سهل لان احنا يعني بنكلم على problem 2 في 2 يعني matrix صغيرة جدا 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 وبنتطر ان احنا عشان نحلها بالطريقة اللي هي بتاعت matrix equations دي ان احنا نحل matrix equation اربعة في اربعة اربعة في اربعة ده رقم كبير جدا يعني عشان احسبها بايداية في منتهى الصعوبة ولو تخيلت كمان بقى ان انا بروح مثلا ان انا عايزة احسب صورة في الاكس راي وفي الكمبيوتر التوموجرافي صورة 512 في 512 هيطلع لي matrix equation في منتهى الصعوبة هيبقى عندي size بداع اكس بتاعي هيبقى 512 تربيع في واحد ده رقم كبير جدا وبتكلم عن matrix A بتاعتي هتبقى 512 تربيع في 512 تربيع برضو ارقام فلاكية صعب جدا ان انا نحل matrix equation بالشكل ده الحقيقى الشكل بتاع matrix equation دوت كمعروف بقى له فترة طويلة والحقيقى يعني كان في صعوبة جديدة ان احنا نحله بالطرق العادية بتاعت matrix computations فالحقيقى الناس بتتفكر في افكار تانية علشان توصل التكنيك ده ان هو يبقى practical في الماركت ونقدر نحن نعمل مكناة تجدر تحسب الحل بتاعنا في وقت قصير ويسمح لنا ان احنا نستعمل المكناة دي في practical use علشان نقدر نفهم التكنيكس الناس عملتها علشان تجدر تخلي التموغرفي ده practical وماذا نحسبه على الكمبيوتر خلينا نحاول نحط شوية definitions لبعض الترمينولوجي المهمة جدا في الاريا بتاعت التموغرفي اول definition هو definition بتاع الprojection طبعا الprojection احنا نشوفنا ان احنا نجمع along particular array نجمع كل الارقام اللي في سكتنا ونجمعها في الاخر نحطها على يعني تبقى في الاخر رقم واحد على يعني direction معين فاحنا ممكن نسمي الprojection ده حاجة اسمها array sum او سعب يسموها line integral وسعب يسموها radon transfer اوكي فباسيكلي ممكن كل الترمينولوجي دي اما projection يعني الاربع حاجات دول كلهم اكويفلنت لبعض الفكرة في الprojection احنا حقيقا يعني بناخد بناعتبرنا فيها عندنا direction معين كده ونبروجيكت كل الديتا بتاعتنا عليه الprojection ده معناها انها بجمع كل الvalues اللي في السكة بتاعت الprojection دي واحط في الاخر هنا رقم يعني في الاخر ان هو القيمة بتاعت المجموع ده كله بيساوي كامل فيعني الprojection ده ما هو الا integration لكل النقط في direction بتاع ايه بتاع الprojection نفسه الprojection نفسه بيطلع لنا في الاخر على اكسس كده بدلا ما كان عندنا هنا حاجة two dimensional بيطلع لنا حاجة هنا one dimensional وطبعا ممكن احنا نحسب كذا بقى في كذا angle لو انا عملت الprojection هنا يطلع للشكل عامل كده لو انا عملت الprojection هنا يطلع للشكل عامل كده طبعا انا هنا لو انا بصيت على الشكل ده كده انا مش هفهم ايه اللي بيحصل ولو بصيت على الشكل هنا مش هعرف ايه اللي بيحصل برده لازم ابص على الاثنين مع بعض عشان اشوف بالزبط ايه اللي موجود عندي هنا في الايه في المكان بتاعي واعرف اماكن كل واحدة من الحاجات فين بنفس الفكرة البسيطة اللي شفناها في example number one احد الترمينولوجيز المهمة جدا في التوموغرافي برضو حاجة بنسميها الساينو جرام الساينو جرام ده عبارة عن display of angle dependence of projections يعني basic لو احنا سمينا الprojection بتاعتنا P of s احنا شفناها قبل كده هنسميها P of s of theta يعني هنغير الprojection دي مع angle ونحط بقى كده angle نرسم رسمة كده يبقى عبارة عن الprojection بتاعتي مع الangle بتتغير ازاي يبقى معنى كده ان انا هعمل عدد من الprojection قد عدد الangles الموجودة عندي ويبقى basicly ال s دي هي ال variable بتاع كل واحدة من الprojection بحيس ان انا في الاخر القيمة اللي عندي هتقولي بالظبط ان انا كنت بعمل الprojection في الangle الفلانية وعند المكان الفلاني فالساينو جرام ده الحقيقة في المنتقى الاهمية لان هو يعني الاساس بتاع ال reconstruction هو ده ال input بتاعنا اللي احنا بناخده في ال tomography علشان نطلع منه بعد كده الصورة الحقيقة ساموه ساينو جرام لسبب بسيط جدا ان هو لو احنا عندنا point source موجود عندنا في ال field وبنعمل عليه projections في انجلز كتير مختلفة هنلاقي اكشولي ان احنا شكل ال projections تاعته شكلها تبقى عامل sine wave لو انا خدت انجلز كده يعني يعني من zero غاية 360 درجة هلاقي ان انا بلف حوالين المكان ده يعني هو في الاول خالص مثلا هنا هيبقى هو هنا zero بتاعي هنا ال projection بتاعه هنا يعني دي نقطة بتاعة origin هنا هيبقى positive لما الانجل theta دي تزيد هيبضل positive هيبضل يزيد في ال positive دي بتاعته غاية لما يوصل ان هو يبقى في لو انا تخيلت بقى ان هو راح الناحية التانية لو theta بتاعتي negative لو theta بتاعتي negative هلاقي ان origin بقى الناحية التانية اوكي فساعتها هيبقى negative فهو فعليا كل ما بتحرك هنا انا بزيد في الاتجاه ال positive وبعد كده بقى L تاني وانزل في ال negative واطلع تاني فبيطلع لي شكل السينو جرام بتاعي او شكل ال projection بتاعي point source دي عبارة عن حاجة شكلها بالشكل ده ففعليا هي تسمت سينو جرام بالشكل ده كده بس عموما السينو جرام ده عبارة عن ال data اللي انا باخدها من computer tomography من ال problem بتاعي التوموغرافي هي دي ال input data بتاعتي انا باخد projections عند angles مختلفة وبعد كده مفروض ان الكلام ده بقى هي projections دي data بتاع ال projections دي هي ال input لل reconstruction algorithm بتاعي عشان اقدر واطلع على الصورة بتاعتي فالسينو جرام ده في غاية الاهمية عشان هو ده ال input data اللي انا بتعامل معها في ال reconstruction system بتاعي لو احنا بنعمل ال discrete object ساعتا احنا ممكن نتكلم على حاجات بشكل مختلف شوية احنا باعتبر ال discrete object ان هو uniform في كل حتة في ال pixel دي بتساوي x1 وكل uniform في ال area دي بتساوي x2 وكل uniform هنا برضو x3 وكل uniform هنا x4 فمعنى كده لو انا بقى ال projection بتاعي مثلا عايز احسب ال projection اللي هو ده مثلا يبقى معنى كده حطه بيساوي a11 في x1 وخلاص و that's it لو باخد b2 theta هيبقى عندي ال line ده كله معنى a23 في x3 a21 في x1 و a22 في x2 مجموعة ثلاثة دول يعني بعمل حاجة زي weighted sum لل values بتاعت ال pixels اللي انا باعدى عليها as a function of length بتاع ال path اللي انا باعدى عليه في كل واحدة فيه يعني طول المسار اللي انا بامشي في كل واحدة من ال pixels دي ففي الاخر احنا نقدر نحسب ال projections دي لل discrete object بتاعنا دوت بطريقة مبسطة جدا بدلا ما اضطر نعمل integration اول طريقة ظهرت عشان نحل بقى practically المشكلة بتاعت التومغرافي في sizes الكبيرة بتاعت الصور اللي احنا محتاجانها في medical imaging وهي اللي خلت ال computer tomography يبقى موجود فعلا كproduct هي الطريقة اللي بنسميها معك projection الفكرة بتاعتها ببساطة ان احنا من distribute الprojection data equally along the path بتاع الprojection يعني ايه كلام ده يعني لو تخيلت مثلا انا عندي هناك على سبيل المثال عندي صورة عبارة عن point source يعني عندي حاجة هنا لونها ابيض والباقي كله لونه اسود لما باخد projections للصورة دي الاقي كل الاماكن اللي معادية او فيه projections باعتها يعني بتمر بالنقطة البيضة دي الاقي ان فيها peak بقيت الprojection كلها زي بعضية وكلها لونها اسود فلما باجي عايزة اطبع بقى الprojection باخد كل واحدة من الprojection دي وحطها كلها زي ما هي كده في الطريق بتاعها يعني ايه بحطها يعني باخد المكان دوت مثلا ال intense هنا عالية بوزع ال intense العالية دي على الطريق اللي جاي منه النقطة دي انا عارف ان الprojection دي جاي من انجل فرانية فبحط نفس ال value دي along the line اللي انا عندي ده في الصورة فلو تخيلت مثلا الprojection واحدة مثلا خدت الprojection واحدة عملت لها back projection فبيطلع لي النقطة اللي هي العالية دي بتتوزع على الصورة كلها والباقي مفيش حاجة لان هنا دي سفار فمعنى كده هنا مفيش حاجة وهنا مفيش حاجة طب لو طبقت بقى من كزا واحدة من كزا view هلاقي ان كل واحدة لما بطبقها بتبضل تقاد عن النقطة اللي في النص دي لان انا عندي واحدة من دي موجودة واحدة من دي موجودة كلهم بيتضافوا على بعض كلهم بيتضافوا على الاماكن اللي هي بيعدوا عليها فمعنى كده طالما كلهم بيعدوا عن النقطة اللي في النص دي هلاقي ان هو نقطة اللي في النص فعلا اعلى بكتير او نقطة اللي حواليه فلو انا بسيت على ال value بتاعت الصورة دي بسيطة على القيم اللي موجودة عندي بعد ما خلص لكل البروجيكشن بتاعتي هلاقي عندي ان فيه peak في النص هنا في المكان الصحيح بتاع فعلا النقطة اللي جات موجودة هلاقي بعض الحاجات اللي هي artifactual موجودة يعني عبارة عن حاجات ما هياش مظبوطة بس actualي بنتكلم على ان الحاجة الاساسية اللي هي feature اساسية اللي هي وجود الpeak دي اللي هي النقطة البيضة دي موجود فعلا وفي المكان الصحيح بتاعه لو انا خدت بقى infinite projections بقى هلاقي ان انا بيطلع لي حاجة شكلها moralized شكلها عامل كده يعني شكل النقطة دي more or less شكلها بدل ما هي يعني بالشكل لحنا شايفينه هنا كده بيطلع بقى ان هو smooth من جميع الاتجاهات ويبقى فيه شوية error كده يعني في الحتة اللي حواليها ما هياش exactly delta function كده لأ ده هي شكلها بيبقى ايه بتنزل بطريقة ما تعتبرش sharp قوي فطبعا طريقة الback projection دي طبعا يعني فكرة اساسية بتاعتها بسيطة بس الحقيقة effective والحقيقة ممكن يعني نوصل بها ناها في الاخر ناها تدين حاجة ممكن ناها تبقى يعني كquality تبقى عالية جدا جدا بالنسبة للproblem بتاعتها نادي مثال بقى الback projection عشان نفهم بيشتغل زي practically هناخد نفس الproblem احنا تكلمنا عليها اللي هي الصورة اللي هي اتنين في اتنين هنعملها projections في التجاه الvertical وفي التجاه الhorizontal الback projection بيعمل ايه بقى بالضبط لو احنا اخدنا الvertical projections بتاعتنا لو بنيجي نعملها back projection بناخد الرقم اللي موجود عندنا هنا بتاع الprojection ده ونضيفه على كل النقط اللي عندنا هنا وناخد الرقم ده نضيفه على كل النقط اللي عندنا هنا نعمل نفس الحكاية في الhorizontal projection الخمسة دي تضاف على كل النقط اللي هنا والاربعة تضاف على كل النقط اللي هنا بعد ما اعمل الكلام ده اضيف بقى دول على دول يعني يبقى عندي في الاخر البيكسل اللي هي الاولنية دي تبقى عبارة عن 5 زي 7 ودي اللي بعدها 5 زي 2 تبقى 7 اللي بعدها هنا تبقى 4 زي 7 بتاعة 11 النقط الرابعة الاخيرة 4 زي 2 بتاعة 6 الحل اللي طلعنا في الاخر ده هل هو شبه الحل الاصلي بتاعنا اكشوالي لا ما هو الشبهه خالص للأسف فاحنا عندنا كده مشكلة ان الحل شكله غريب جدا ان هو مش متشابه قوي مع البروجيكشن عايزين نفهم ايه الخطأ اللي في الموجود عندنا في البروجيكشن عشان نطلق علينا حاجة زي كده نحاول نحط بقى الماتريكس بتاعتنا ونفهم هو البروجيكشن بيعمل ايه بالزبط في ايه في الحل بتاعه الحل بقى بتاع البروجيكشن ممكن نحطه في الاجبرايك فورم بالشكل اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده انا عندي مجموعة من الاكويجن عندي اكس واحد زاد اكس ثلاثة بتساوي سبعة و اكس تنين زاد اكس ثلاثة بتساوي اتنين وهكذا بقى الاكويجن بقى بتاعت الوجهات تحت ال horizontal directions فنقدر نحطه في ماتريكس اكويجن اكس بتساوي بيه والاكس بتاعتي عبارة عن الاكس واحد اكس اكس تلاتة بقى كولوم بكتور A matrix بتاعته تعتمد بقى ان انا بجمع ايه مع ايه يعني مثلا هنا في اول اكويشن خالص X1 X1 زاد X3 بتساوي 7 يبقى معنى كده بقى عندي هنا دي X1 اهي دي مقابل X1 دي مقابل X3 واول اول رقم عندنا اللي هو موجود عندنا في ال B vector بتاعنا هيبقى 7 وهكذا فالنقطة بقى ان احنا عندنا مفروض ان احنا عندنا A X بتساوي B دي عايزين نحلها وعايزين ان احنا في الاخر نطلع ايه نطلع اللي هي ال value بتاعت ال X بتاعتنا دي بتساوي كم فالفكرة بقى اللي بتحصل في ال back projection اكشوري لو بيوز حاجة بنسميها ال adjoint operator هو طبعا لو احنا عندنا matrix equation بالشكل ده كده لو احنا في حالة خاصة جدا ان A بتاعتنا دي orthogonal matrix زي ما اتكلمنا عليها في الجزء بتاع ال matrix computations احنا عارفين ان ال orthogonal matrices ال inverse بتاعها بيساوي transpose هو الحقيقة في ال back projection بيفطرد ان ال projection بتاعنا بيفطرد ان ال A matrix اللي هي projection matrix بتاعتنا بيفطرد انها orthogonal طبعا ده assumption والassumption ده غالبا ما بيتحققاش فعليا فهو فعليا اللي بياخده بياخد ال A transpose اللي هي يعتبر ان هي estimate لل inverse بتاع ال A فمعنى كده ان هو بياخد solution بتاعنا بيعتبر ان هو عبارة عن A transpose في B يعني اكدني ضربت هنا A transpose في A تبقى identity يبقى ال x بتاعتي ال estimate بتاعي عبارة عن A transpose في B اللي هي عبارة عن ال projection زي ما في سابتاوية فال projection زي ما احنا شايفيه كده 7 اتنين اللي هما vertical و 5 اربعة اللي هما horizontal اللي هما دول projection بتاعتنا هاضرابهم في ال projection matrix transpose اوكي فال transpose بتاع ال matrices دي هو فعليا بيعمل نفس الحاجة اللي هي بتعملها لنا ال back projection اللي احنا شوفناها قبل كده حتى الحل زي ما احنا شايفين كده طالع بنفس الشكل بالزرعة 12 7 11 6 نفس الالقام اللي طالعت لنا من ال example اللي احنا شوفناها في ال side اللي فاتت فيعني فعليا الخطأ اللي جاي جاي نتيجة لل assumption بتاع الطريقة دي ان ال A matrix بتاعتي orthogonal وهو بيأسيوم ان هي orthogonal علشان يبسط على نفسه الطريقة اللي يحسب بها الحل لان لو هي orthogonal يبقى ال inverse بتاعه هو ال A transpose فهو دلوقتي بياخد مجرد بياخد ال A transpose ويضربه في ال projection vector بتاعه ويطلع estimate الحل بنسميه ال back projection solution نحاول بقى نفهم الخطأ جاي من ايه بان احنا نبص على theoretical background بتاعت اللي ايه الحاجة اللي احنا بنعملها دي فيه عندنا transform مهم جدا لل tomography بنسميه radon transform radon transform actually بيحسب الصينو جرام من الصورة بتاعتنا from the image يعني ايه هو يعني هو بياخد f of x and y اللي هي الصورة بتاعتنا المعتادة اللي هي function of x و y ويحسب لنا projection of s and theta s اللي هي ال projection بتاعتي اللي هي direction بتاع ال projection وثيتا هي عبارة عن ال angle يعني عند مثلا ثيتا معينة p of s ال theta d هي projection عند الثيتا دي طبعا نحا ممكن ن define بقى ال radon transform او الحساب بتاع الصينو جرام من الصورة بتاعتنا بكزا طريقة بالشكل ده فيه عندنا mathematical formulae كتيره وطبعا دي ممكن ناخد اي واحدة فيه ومش هتفرق بس عمتا انا بوري بس ان فيه عندنا اشكال مختلفة لل projections بتاعتنا تتحسب ازاي في الاخر احنا ممكن نبقى عارفين بس مجرد ان احنا at given theta بناخد projection معينة على direction معين ونحسب بقى ال value اللي موجود عندنا اينا دي عبارة عن p of s و theta بتاعتنا يعني p of s اات الثيتا اللي هي بنحسب عندها الايه ال projection بتاعتنا زي ما اتكلمنا على radon transform اكيد في حاجة اسمها inverse radon transform كل ال transformations عادة فيها forward transformation و inverse transformation فالحقيقة ال inverse radon transform بياخد لنا p of s and theta اللي هي الساينو جرام بتاعنا ويجيب لنا f of x and y طبعا هو الحاجة اللي احنا بتكلم عليها هنا دي actually هي دي reconstruction بتاع اللي احنا عايزينه فعليا يعني فاحنا basically عايزين ان احنا نحسب ال radon transform ال inverse radon transform ويبقى هو ده طريقة الحل بتاعتنا اللي هي هنوري ان هو فعليا نقدر نحسبه عن طريق barrel beam back projection بس هنعمل تريك سغيرة كده علشان نحاول نحيل المشكلة اللي جابت لنا error في السلوشن بتاعنا طبعا برضو زي ما كنا بنتكلم علي الماثماتيكال فورميلاز اللي هي كنا بنحسب بيها ال radon transform في عندنا برضو ماثماتيكال فورميلاز نقدر نحسب بيها ال inverse radon transform بس اكشو دي معقدة دي حاجة شكلها theoretical ان احنا most likely في الكمبيوتر لو بنيجي نحسب الحاجات دي بنحسبها طبعا في discrete images فطبعا ما محسبش integration فطبعا كل الفورميلاز دي بتبقى عادة ممكن نعتبر ان هي حاجة of theoretical interest اكتر ما يكون of practical implementation interest علشان نفهم من المشكلة بتاعتنا برضو في ال back projection جاية ازاي بنبص على ال back projection نفسه في frequency domain الحقيقة في ال frequency domain هنلاقي ان كل واحدة من ال projection ساعتنا في ال direction معين بتاندب انها في الاخر تدينا central line هنا او slice في ال frequency domain دي جاينا من ال projection slide theorem اللي احنا كلمنا عليها في جزء بتاع reconstruction in Fourier domain فكل واحدة من ال projection دينا قط بشكل كده بيمر لنا بال origin بتاع frequency domain فلو انا انا عملت كزا projection actually الاقي ان ال projection دي كلها شكلها اعمل كده الحاجة اللي انا عملتها هنا دي الاقي فيها حاجة في غاية الاهمية ان انا كل واحدة من ال projection دي بتضاف على التانية فبلاقي ان انا center بتاعي ال case space بتاعي بل intensive بتاعته اعلى بكتير جدا نتيجة ان فيه نقط كتيرة جدا وكلها بتضاف على بعض يعني انا ما عملتش اكوزيشن للنقطة اللي في النص دي مرة واحدة لا دي عملت لها اكوزيشن مرة كتيرة جدا وكل مرة بضيف على اللي موجود فمعنى كده انا practically عامل emphasis لل low frequencies فبالتالي بيطلع لي صورة لو انا عملت reconstruction من غير ما يعني من غير ما غير اي حاجة هنا بيطلع لي شورة شكلها عامل كده شكلها blurred جامد جدا اكينا انا عملت emphasis هنا للايه الجزء ده او اكينا ضربت ال case space بتاعي فحاجة عالية جدا في الجزء اللي في النص دوت وبعد كده بتساوي حاجة قليلة في الايه في كل الاماكن اللي برا فبيبقى شكلها اكيناها low pass filtered image فطبعا دي بتبقى فيها مشكلة ان هي كل ال details الموجودة في الصورة ما بتبقاش موجودة فالخطأ جاي فعليا من طريقة السامبلينج بتاعتنا اللي احنا بنطبقها في ال back projection فاحنا فعليا لازم نحنا نعمل حاجة علشان تخللنا density بتاعت السامبلينج في كل حتة يعني سواء في النص او برا تبقى زي بعض فالحاجة اللي هنعملها بقى ان احنا نحاول نساب براس ال value او المجنيتيوب بتاع النقط اللي موجودة هنا في النص وانس ان احنا عملنا كده هنلاقي ان الحل بتاعنا طالع almost perfect ده بيودينا الحقيقة للطريقة بتاعت ال back projection ال back projection حقيقة هو بي counter blurring effect وده بيحصل عن طريق نحنا بنكمبنسيات ال non uniformity في ال free space يعني ايه بنكمبنسيات احنا شايفين الدنس بتاعتنا بتزيد بشكل كيرف كده يعني almost باليعني اكنها يعني بتوصل infinity تقريبا عند النص عند ال center بتاع k space لان لو انا خدت عدد من ال projections كبير هلاقي قيمة اللي في النص فعلا عالية جدا فانا محتاج اعمل حاجة زي filter والفلتر ده يبقى حاجة شكله زي ram filter كده يعني لما يوصل ال center بتاع k space يبقى almost zero ما يبقاش طبعا exactly zero غلط ان احنا يبقى خليه exactly zero ويبقى بيطلع بشكل linear كده او بشكل معتمد على اوميجا او function في اوميجا من كل الاتجاهات يعني سواء positive اوميجا او negative اوميجا فعندنا الحقيقة طريقتين ان احنا نعمل من الكلام ده يقيمة ان احنا نفلتر ال individual projections يعني كل واحدة من ال projections دي نعمل لها one dimensional high pass filter او ramp filter بالشكل ده كده او نفلتر ال whole image ساعتها بس اعمل two dimensional filter واطبقها على الصورة كلها طبعا احنا نحنا نضبط اني واحدة فيهم احسن على واحدة فيه ال I'm competing complex لقتها احسن طبعا فيها كلام كتير وممكن نحنا نجرب actually ونشوف اني واحدة فيهم احسن في ال applications طبعا احنا عندنا طبعا realization مختلفة للم parameter parameter دوت لان طبعا استحال ان احنا نطبقه بالظبط زي ما هو كده ففي عندنا حاجات مثلا زي ram lag filter ram lag filter بيشكله عام كده بالظبط بيبقى عبارة عن حاجة لها فانايت ساپورت او يعني فانايت ساپورت فيرجن من رامب فيلتر دوت بيبقى عند زيرو بيطلع برضو بشكل لينير من ناحيتين بس الليمت معين الليمت ده بيبقى هو الفيلدوفيو بتاعي او الاكستانت بتاع كي سبيس ممكن احط حاجة شكلها ما هيش طلعه بشكل لينير بس شكلها يعني فيها سموذنس هنا كده عشان تحسن لي شوية الجزء اللي انا عملتله هنا شارب ترانزيشن صارب ترانزيشن دايما في الـ Frequency domain ما بيبقاش لطيف لان هو ممكن يعمل لنا الحقيقى رينجينج في ناحية التانية فالحقيقى الـ Shape Logan Filter هو عبارة عن سموذ من الـ Ram Lag Filter بحيث انها بتبقى الخط طالع هنا شكله لينير بس بيتالي بعد كده يتابر لغاية لما يوصل هنا تقريبا بيبقى كن زي ما كن خدت نص الجزء البصد بتاعه ساين ويف ولا حاجة بحيث انها هنا تبقى نفس الشكل بتاعه هنا فالترانزيشن يبقى أقل ما يمكن فطبعا كل واحدة فيهم لها impulse response مختلف ولممكن ياخد الفلتر دي اطبقها في الـ One Dimension على الـ Individual Projections او اخد فلتر شكله كده وCircular Symmetric وطبقه على الصورة كلها وطبقه على الـ Frequency domain كله فيه يعني كاتو دايمانشن الفلتر يعني يعمل نفس الحاجة بالظبط في الحقيقة فيه طرق كتيرة مختلفة نقدر نطبق بيها او نايمبليمنت بيها الـ Filter Pack Projections كلهم مؤتمدين على نفس الافكار احنا بنكلم عليها في اللصائد اللي فاته عندنا الاساس بتاعنا ان احنا هنطبق فلتر يبقى شكله Ram وده ممكن يكون زي ما احنا شفنا ممكن يتعامل في الـ One Dimension على الـ Projection نفسها او ممكن يتعامل Two Dimension على الصورة اللي احنا طلعناها فممكن نلاقي بقى الـ Steps دي بنتيجة Linearity بتاعتها كلها Linear فنقدر نحط Steps قبل بعض او Steps بطريقة مختلفة احنا ممكن نأبلاي الفلتر دا مثلا في الـ Special Domain او نأبلاي الفلتر دوت في الـ Free Domain فمثلا ممكن كـ First Method مثلا نحنا ناخد One Dimension Ramp Filter ونتطبقه في الـ Free Transform يعني نضرب Free Transform في الـ One Dimension Ramp Filter دوت بعد كده نعمل Back Projection او ممكن ناخد Actually الجزء بتاع الـ Ramp Filter دوت ونحسيب له Inverse Free Transformation بتاعه او نحسيب له Impulse Response بتاعه معنا صح ونعمله Convolution في الـ Special Domain الـ Equivalent بعض بظلط ما فيش هاي اختلاف واحد بس طبقنا الفلتر في الـ Frequency Domain واحد طبقناه في الـ Special Domain ويعمل بعد كده الـ Projection او ممكن بقى ناخد الـ Back Projection الاول ونحطه وبعد كده نعمل Two Dimension Ramp Filter طبعا لو انا عملت الـ Back Projection يبقى انا خلاص انا كده رحت بقيت عندي Two Dimension Image ما ينفعش احط One Dimension Ramp Filter فبس تعمل بقى Two Dimension Ramp Filter version عشان ان انا اقدر اعمل Reconstruction ده فممكن برده استعمالها في الـ Frequency Domain او ممكن استعمالها في الـ Special Domain كالـ Convolution الفلتر ده ممكن اي فلتر في الدنيا في الـ Image Processing طبقه في الـ Frequency Domain او في الـ Special Domain انا اخد الـ Impulse Response بتاعته وعملها Convolution مع الصورة الحقيقه في مجموعة تانية من الـ Techniques الحقيقه ممكن نعتبر انها Equivalent برضو بتحاول انها تعمل الجزء بتاع الـ Filtration ده هو جزء بتاع الـ Ramp Filtering ده عن طريق خطوتين خطوة Derivative وخطوة Helper Transform والخطوتين حقيقه برضو كل الخطوات دي الحقيقه كلها Linear فخطوة Back Projection دي مالهاش حل لازم تكون موجودة بس انا ممكن بدلا ما اعمل الفلتر ده اعمله بالطريقة ده وممكن نسبة اتنها Equivalent انا سايبها دي الـ Further Readings يعني اللي نحب يعرف فيها هنلاقي فعلا هما الاثنين Equivalent Derivative مع الـ Helper Transform هو Equivalent للـ Ramp Filter اللي احنا تكلمنا عليه ففي الاخر نقدر نحصل برضو على نفس النتائج ببردو بالتكنيك دي طبعا في مجموعة كبيرة من زي ما احنا شايفين من Combinations بس ايها في الاخر نفس الفكرة واحدة ما فيش اي اختلاف خالص دي الحقيقة Demo لـ Construction Using Filter Back Projection هنا احنا مستعملين Data ما فيهاش ما اعملناش اصلا اي type of filter فزي ما احنا شايفين كده شكل الصورة blurred خالص وعدد الـ Angles بقيتنا العدد الـ Projections بقيتنا ولايل جدا لو احنا زودنا كل ما ازود الحقيقة نلاقي ان الصورة بتاعت تتضح اكتر شوية ده الـ Reconstruction بيتم بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده تمانية بتده يبقى فيه حاجة لها شكل كده شبه الحاجة اللي احنا بنحاول لعمل Reconstruction كل ما بنزود بنلاقي ان الصورة فعلا تبتقي تبقى ايه تقرب من شكل العام بتاع ايه بتاع الـ Data بتاعتنا هنا دي Data اللي احنا جايلنا بسا انه Gram بتاعنا دي عبارة عن النقط هنا دي عبارة عن Direction ده كده Theta و Direction هنا كده عبارة عن S Reconstruction زي ما احنا شايفين كده لما بنوصل لـ Size بزعنا ان هو يبقى كبير كفاية بنلاقي ان احنا عندنا الصورة شايفين الحدود بتاعتها شايفين فيه حاجة شايفين هنا فيه حاجة لونها اسود شايفين حاجة فيه العابية بس زي ما احنا شايفين كده Very Blurred اللي احنا مش مستعملين فيلتر اوكي فهنا باين جدا ان الـ Error كبير جدا بتاع الصورة الصورة Very Blurred فلازم تبقى نعمل فيلتر نختار هنا في اول حاجة نختار كميسير رام لاك فيلتر ونجرب كده بقى نشوف الـ Ram لاك فيلتر هيفرب معنا ازاي في الصورة دي يعني الصورة هنا دلوقتي عادة Projections كفاية بس الحقيقة ما فيهاش فيلتر هنشوف بقى الـ Effect بتاع الفلتر بيظهر لنا الصورة دي عاملة ازاي شايفين كده دلوقتي الصورة عاملة ازاي الصورة بقت Almost Perfect يعني لو قاررنا دي بديه هنلاقي الـ Almost Perfect الـ Error بقى اقلب كتير جدا 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 نجرب بقى نشوف الـ Effect بتاع لما نقل عدد Projections بيفري ازاي معانا لما قلنا عدد Projections يبتدى يبقى فيه شوية Blurring بره كده مش ملش لطيف وبرده جوه يبتدى يبقى فيه شوية Texture كده موجود مش صح يبقى موجود وكل ما بنقلل كمان زيادة يبتزهر هنا بقى حاجة بنسميها Streaking Artifact موجود هنا بره كده يبتدى يبقى فيه Error واضح موجود في الصورة بتاعتنا كل ما بنقلل عدد الـ Angles او عدد الـ Projections بتاعتنا بيلاقي ان شايفين الـ Error بيبقى صعب جدا ازاي طبعا هنا الـ Error في المنطقة الضخامة لما بنوصل بقى 16 او 8 او 4 نبص بقى الـ Error يعني صورة بقيت خلاص ماش باقينا خالص رغم ان عندي الفلتر وعندي كل حاجة فاحنا Actually محتاجين ان احنا يبقى عندنا عدد الـ Projections بتاعنا كافي وينيبقى موجود عندنا الـ Filter عشان يقدر يعمل لنا الـ Filter Back Projections نغير بقى بقى نبص على المثال دوت بـ Ship Legion Phantom بيبقى فيه ميزة الحقيقة ان الـ Intense بقيته تبقى معروفة فبتخيل بزبط يقى اللي بيحصل فهعمل لدقتي Perfect Reconstruction كده واشوف الدنيا هتطلع عاملة فيه ازاي شايفين او رايبة جدا جدا ان هي تكون يعني نفس الصورة دي بزبط ما فيش اختلاف كبير الـ Error ده هنلاقي ان قيمته صغيرة جدا الحقيقة كل ما بقى للعدد الـ Projections برضو هلاقي بتادي يبقى فيها عندي Error الحاجات اللي كان شكلها فلات هنا بتادي يبقى فيها حاجات لها Intense غريبة شوية لما ببتدي بقى نروح لـ 64 زي ما انت شايفين كده بيبقى في منطق الوضوح كل ما بديقلل زيادة كل ما بتادي يبقى واضح عندنا ان يبقى فيه عندنا مشكلة واضحة في الـ Reconstruction بتاعنا بقى مش مقبول خالص طبعا لما نوصل لـ 4 بيبقى ديني خلاص بقت مش واضحة يعني شكل واضحني فيه حاجة بس طبعا ديني ما تعنيش اي شيء خالص طبعا كل الكلام اللي كلمناها SoFour كان بيكلم على Parallel Beam Reconstruction Parallel Beam Reconstruction معناها ان انا عندي P of S and Theta كان كلها عبارة عن كل الـ Projection عبارة عن Parallel Beam Projection كان كل الـ Ray's اللي مشيه اللي بتحسب لنا الـ Projection كلها Parallel لبعض طبعا بعد الـ First Generation CT اللي كان في التمانينات في أولي التمانينات كل الدنيا ما بقاش فيها Parallel Projection بس بقى فيها حاجات ممكن يبقى فيها حاجة بنسميها Fan Beam Projection أوكي Fan Beam ده عادة بيبقى عندنا X-ray Source وبينسيب بقى X-ray بتاعته بدلا ما تطلع لنا One of these Reys بس كده لوحديها لأ بخلي فيه يعني حاجة زي Fan of Reys كده ممكن تمشي وتعملي بعد كده Projection على يعني برضو حاجة بسميها برضو مجموعة Detectors كده وبديتكت دول بقى واجيب منهم Equations زي ما كنت بجيب Equations قبل كده من Barre Beam Projection وبعد كده بعمل Barre Reconstruction الحقيقة دي Much More Efficient يعني بالنسبة للـ Acquisition و Lower Patient Dose يعني ممكن احنا ناخد الصورة بتاعتنا في وقت اقل وفي وقت نفسه الـ Patient Dose بتبقى برضو الى حد ما اقل فطبعا الجزء بتاع الـ Parallel Beam Projection ده ده اختفى تماما من حوالي مثلا نكلم على 30 سنة فطبعا نحن نكلم دهوقتي ازاي بقى ان احنا ناخد الـ Parallel Beam Projection دي او ناخد الحاجات التكنيكس اللي احنا عملناها في Parallel Beam Projection دي نعملها بقى ازاي او نطبقها ازاي في Fan Beam Reconstruction عشان نحسب الصورة بنفس الطريقة اللي احنا حسبنا بها الـ Parallel Beam Reconstruction الحقيقة الفكرة الاساسية اللي قايم عليها الـ Reconstruction بتاع الـ Fan Beam ان احنا عندنا باسيكلي كل واحدة من الـ Fan Beam Raise ممكن احنا نحطها في مكان في الـ Parallel Beam Raise يعني بمعنى ايه يعني احنا عندنا لو نتكلم على الـ Raise Sum بتاعنا في الـ Fan Beam اسمه G of Gamma و Beta هنلاقي ان في عندنا P of S and Theta that has the same orientation as the Fan Beam Ray with the relation اللي هي العلاقة بين الـ S والـ Theta والـ Gamma والـ Beta بالشكل احنا شايفينه هنا كده Theta بتساوي Gamma زائد Beta و S بتساوي D sin Gamma و D دي عبارة عن المسافة بتاعتنا من الـ Origin بتاع الـ E بتاع الـ System بتاعنا فطبعا بنتكلم على ان احنا في الاخر المسألة بتاعتنا دلوقتي بقت ايه بقت عندنا ان احنا عندنا مجموعة دلوقتي من الـ P of S and Theta حسبناهم من الـ Fan Beam Projections بس ما هماش بقى ان كل مرة زي ما كنت بعمل قبل كده في الـ Parall Beam Projections كان بيبقى عندي Theta محددة عندي كل الـ Assets بتاعتها لا انا عندي دلوقتي بقى لا بقى عندي Non Uniformly Sampled P of S and Theta اوكي يعني كل واحدة من الـ Fan Beam Projections بتجيب لي نقطة في الـ P of S and Theta Domain او P of S and Theta Matrix اوكي انا هدفي دلوقتي بقى ان انا اخد الـ P of S and Theta Matrix دي او Non Uniformly Sampled P of S and Theta وعمل لها حاجة زي الـ Grading اللي شفناها بقى في الـ Fourier Reconstruction هتبقى Grading Problem عادية خالص زي اللي شفناها في الـ Free Reconstruction هنضطر بقى نحن نعمل الـ Interpolation وبعد كده بعد ما نعمل الـ Interpolation بقى عندنا P of S and Theta نشتغل بها على طول نعمل بعد كده Reconstruction زي ما عملنا قبل كده في الـ Parallel Beam يعني الفكرة اساسية بتاعت الفان بيم ان احنا بنريليت الفان بيم كل واحدة من النقط بتاعتنا اللي موجودة في الفان بيم بنريليت النقط دي بالنقط المقابلة لها في الـ P of S and Theta وبيندوب يبقى عندنا P of S and Theta Non Uniformly Samples يعني فيها Samples كده بس ما هياش على ميتريكس زي ما كانت قبل كده في الـ Parallel Beam Projection بناخدها بنعملها Interpolation أو بنعملها نفس الحاجة اللي كلمنا عليها قبل كده سمناها Grading وبعد كده بنحسب بقى منها P of S and Theta بتسوي كم وانس ان احنا حسدنا P of S and Theta على ميتريكس نقدر ناخدها بعد كده في منتهى البساطة ونحسب بعد كده الصورة بتاعتنا بنفس الطريقة بتاعت الـ Parallel Beam Projection في طرق تانية الحقيقة ممكن نحسب بها برضو الـ Reconstruction بتاعنا في مجموعة من التكنيكس بنسميها Interactive Techniques زي مثلا تكنيكي بنسميها Algebraic Reconstruction Technique الـ Algebraic Reconstruction Technique ده برضو فكرته لطيفة جدا ان هو بيحاول ان هو يكمبنسيت للـ Error اللي موجود فيه في الـ Projections كل واحدة على حدة يعني ايه بيعمل الكلام ده؟ يعني مثلا عندي مثلا الـ Projection الاولاني Projection من سابعة ده مثلا ده بيعدي على X4 بيعدي على X7 بيعدي على X80 هو اللي بيحاول يعمله ان ياخد الـ Projection دوت ويشوف الـ Estimate بتاعتي اللي هنا كام؟ ويشوف المجموع بتاعك كل الحاجات اللي جاي من الـ Estimate دي كام؟ ويحسب الـ Error ويوزع بعد كده الـ Error يعني يحاول يكمبنسيت الـ Error ده في كل النقط دي بحيس الـ Equation دي تتحقق فهو بيمشي على كل واحدة من النقط اللي هو ماشى عليها دي ويخليها تحقق الـ Equation دي يعني امشي حقق الـ Equation دي وبعد كده دي وبعد كده دي وبعد كده دي وكذا امشي عليهم كده لو لسه الصورة فيها Error بعمشي تاني يعني بعمشي على كل واحدة من دول بحاول اخليها تحقق الـ Error بتاعي او تخد تحقق الـ Equation دي وبعد كده دي وبعد كده كل واحدة طبعا اكيد لما بعمل مثلا بحقق دي يعني بعد كده بحقق مثلا واحدة تانية هنا انا هنا دلوقتي غيرت حاجات كانت موجودة هنا يعني لما بعمل P1 انا غيرت X1 X2 X3 لما بعمل P9 هلا نفسي غيرت X2 و X3 فمعنى كده ان انا يعني الحاجة اللي عملتها هنا ما فضلتش زي ما هي بس لما امشي بقى في اللوب دي كزا مرة بقدر اوصل فعلا ان الصورة بتاعت بتطلع قريبة جدا 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 من الحاجة الحقيقية الميزة بتاعت التكنيك ده الحقيقية ان ده ده Algebraic Reconstruction يبقى انا كده انا نبحث بسولوشن حقيقي فعلا فدي الحقيقة فيها ميزة وبتستغل بقى Sparsity بتاعت وبتستغل بقى الافكار الاساسية بتاعت المينيميزيشن بتاع العشان في الاخر تعمل لي الحل بشكل و بشكل فعلا يبقى يعني ممكن هو يعني احسن فيه او يعني اقدر ان انا اختار ان انا ها اف امتا كمان في بحيث الصورة بتاعت تبقى قريبة زي ما انا عاوز فدي انا همتكلم عليها جنرالي كده بس طبعا انا منصح الناس اللي هي انترست انها تشتغل في Ct انها تبدي انفتيجات طرق زي الارجيبراكت ده لان هو فعلا يعني من الطرق اللطيفة جدا لتبدي ايه بحتى انسايت للبروبلم دي بتتحلل ازاي في طرق اخرى برضو ان احنا نقدر نعمل بها نفس الحاجة طبعا منهم الجريديان ديسانت اللي احنا شفناه كحل الميتريكس اكويجنز اللي احنا اتكلمنا عليها في الجزء بتاع الميتريكس كومبيتيشنز اللي هو برضو ان احنا بناخد الـ X-next بساوي الـ X-current مينس الـ X-current دي مضروبة في دلتا لا علاقة بالـ X-current يعني الـ gradient بتاع الـ X-current يعني في الاخر بيبقى في عنديكه معين ده الالفا اللي احنا كنا نتكلم عليها زمان في الـ gradient descent وده gradient بتاعي وبتخلني البروبلم بتاعتي دي كونفيكس بروبلم فانا لما بامشي في الـ direction بتاعي ده بيوصلني فعلا للحل فطبعا دي واحدة من الحاجات اللي انا ممكن استعملها ممكن برضو نفس الحاجة اعمل برضو حاجة اسمها maximum like load expectation maximization الـ equation بتاعته الحاجة برضو كلها لا علاقة بالـ back projection ولا علاقة بان انا بحسب الـ measurement بتاعي وعلاقتها بالـ current solution بتاعي عبارة عن ايه يعني دي الحاجة اللي انا استهم وده الحاجة اللي انا بجيبها من الـ estimate الحالي بتاعي اللي هو نفس الـ projection اللي انا يعني بجيبه من الحل اللي انا موجود عندي دلوقتي بينانا على الـ 2 دول مع بعض العلاقة اللي بين الـ 2 دول مع بعض ممكن ان انا احسب update بحيث ان انا اقدر في الاخر اوصل في الاخر بالحل بتاعي ان هو يبقى رايب جدا من الحل الحقي طبعا مجموعة الـ additive solutions دي يعني الحقيقة ممتدة يعني فيه طرق كتيرة جدا 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 واللي انا شايف الحقيقة ان ايه دي طرق اللي فيها research دلوقتي هي فيها research كتير الحقيقة و research قوي الحقيقة وشايف الناس فعلا ممكن انها تبص فيها علشان لو عايزة تعمل research في الـ area دي المحاضرة بتاعت التومغراف الحقيقة مهم جدا 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 الناس شاعر بيديه علشان تحاول ان هي تـ appreciate الحاجات اللي احنا نتكلم عليها دي فيعني في اول exercise هنا يعني اللي ينصح ان هو يتعامل ان احنا نجيب صورة معينة صورة medical image ونجنريت الرادو نترانسفور ونديس بلاي ساينو جرام بتاعها ريكونسراكت الـ image back from its projections نكومبير 2 images ونركض الـ error for different number of projections and provide the common statement يعني عندنا صورة اصلية والصورة اللي بعد اللي هي reconstruction from projections نشوف الفارق بينهم ما عامل ازاي؟ طبعا الحاجات اللي متكلم عليها دي كلها هنلاقي في MATLAB مثلا في عندنا functions تعملها radon transfer في عندنا function تعمل inverse radon transfer او بتـ reconstruct الصورة اللي موجودة عندنا بتاخد P of S and Theta ترجع لنا F of X and Y فاحنا مطلوب مننا اولا ان احنا نبص على mathematical او tomography related functions موجودة في MATLAB ونبتدي نستعملها بعد كده عشان نجرب ونبتدي نحس شوية بالـ بالتفاصيل اللي موجودة في الـ problem الحقيقة الـ problem التانية هي نفس الـ problem الاولية بالضبط بس بدأ ما هنـ consider parallel beam projection هناخد fan beam projection نفس كل حاجة بالضبط الهدف من كده الـ action عشان نشوف الفان بيم ايه اللي بيفرق عن الـ parallel beam يعني هنشوف طبعا احنا عندنا P of S and Theta مش هتطلع طبعا uniform هتطلع شكلها مختلف وطبعا الـ quality بتاعت الصورة تطلع لها من fan beam action ممكن تختلف عن صورة تطلع لها من parallel beam فعايزين نقارن الـ quality بتاعت الصورة اللي طلعت لنا من parallel beam projection مع fan beam projection ممكن برضو نجرب different filtering strategies احنا كلمنا عليها ان احنا ممكن نحنا لفلتر 1D او 2D او ممكن نعمل filtration اول او back projection اول حاجة اللي كلها ممكن نجربها عشان نبتدي نحس بها اكتر شوي ممكن برضو نحقيقا نكمبير الـ parallel beam projections اللي اخدناها من الـ shape Logan فعانتم يعني الـ الارقام اللي احنا ممكن نطلعها من الـ analytical shape Logan لو انا اخدت الصورة الصورة دي ممكن فيما تلعها بيعمل لها projection تبقى discrete projection طب هالي الـ discrete projection دا يبقى قريب من الـ true projection اللي بيطلع لنا من الـ continuous يعني فانتم بقى اللي بيجينا من الـ analytical shape Logan دي الحاجة اللي عايزين برضو ممكن نجربها كده كفكرة من الافكار اللي هي برضو ممكن تدينا insight على الـ shape Logan لما بيستعملوا كـ analytical phantom بيختلف ازاي عن الـ ايه؟ ان احنا ناخد صورة كده موجودة في finite dimensions يعني فدي طبعا واحنا من الحاجات اللي ممكن تدينا فكرة استعمالات الـ analytical shape Logan وانت بعمل ازاي في الـ CT